السلام عليكم شوفكم حبايب إن شاء الله تكون لهم بخير كثير من الأشخاص بحثولي بالتعليقات على الامبوك سمى الكاميرا كانوا 750D يقولوا لي شون يستخدم هاي الكاميرا الصراحة حقهم طيب هو امتلك هذه الكاميرا وإذا ما عرفت الإعدادات مالها الصراحة الشكل الصعب فاليوم إن شاء الله راح أبدي بالسلسلة راح أسميه السلسلة ليش لأن هذا راح يكون بأول فيديو راح أتكلم بي عن الأمور الأساسية في هذا الفيديو ومن ثم راح ننتقل على كيفية تصوير البورتري اللي هو تصوير الأشخاص وتصوير اللاندسكيب اللي هو تصوير شو نقول تصوير الماضة الطبيعية اللي بيها بحار بيها جبال وكيفية تصوير السيتيسكيب اللي هي المدن اليوم ما راح أتشعب بالتفاصيل ولكن راح أتكلم بصورة بسيطة من البداية قبل كل شيء أول شي راح أتكلم لكم عن الصيغ اللي هي الصراحة بسويها لغة عربية حتى الكل كل الأشخاص يعرفون عدة شرح ويكون الشرح بصيغة سهلة من أهم الأشياء قبل ما تلتقط أي صورة أول شي جودة الصورة عندنا هنا صيغتين أساسيتين هي صيغة الجيبيك وصيغة الرو الشي الاختراف الجيبيك عن الرو الرو نلتقطها في حال ده كان عندنا مناظر طبيعية يعني أشياء كبيرة ونحتاج أنه نعدل عليها مثلا نعدل عليها برامج الفوتو شوب برنامج الليترو راح تكون حجم الصورة بين 35 إلى 40 ميجا بها الحال راح نطينا مساحة أكبر حتى نعدل على الصورة بينما الجيبيك راح يكون حجم الصورة حجم عادي حجم ما بين الخمسة إلى إلى الخمسة عشر وعلى الأغلب يكون سبعة ثمانية في الحالة تقدر تلتقط الصورة مباشرة وتخزنها بالموبايل بينما إذا تلتقط الصورة في خاصية الرو لازم تدخلها فوتو شوب أو تدخلها لايترووم وراها تخرج هاي الفوتو بصيرة أقل من حجم خمسة وثلاثين أو أرمعين ميجا إلى حجم خمسة ميجا أو سبعة ميجا بها الحالة راح تفتح عندك الصورة في الموبايل الستة حاليا بعد ما تتلمنا على الصيغ مثلا أنا أريد التقط الصورة بدقة عالية وراح أعدل عليها وهين عدنا الصيغة كلش حلوة اللي هي الرو مع الجيب تقدر تختار هذا الصيغة راح يطلع لك صورتين صورة تقدر مباشرة تخزنها بالجوال وتسوي لها شير على الفيسبوك أو الإنستغرام والصيغة الثانية راح يكون حجمها كبير حدود 30 إلى 40 ميجا تقدر تعدل عليها على برامج الفوتو شوب حاليا ما راح أشرح إلا بس على خيار واحد عشوفون هون كثير خيارات من كل هاي الخيارات كل اللي تجمعها بهاي الخيار اللي هي اللي نقدر نقول المانيول اللي انت تضبط الإعدادات بي ما راح أعلمكم عن هاي الأمور اللي نهاية ما راح تعلمون عليها راح تشوفوها سهلة و راح دائما تستخدموهم مثلا عند نهاينا تشغيل الفلاش تعطيل الفلاش تصوير الأشخاص مناظر طبيعية تصوير الورود تصوير الأشخاص مثلا الأشخاص السريعين أو تصوير السيارات أو أي شخص يمشي بسرعة معينة نجي على الام اللي هي المانوال هذا المانوال راح كل شي راح نتحكم به بيدنا من الآيزو من فتحة عدسة من شترسبي أي صورة عدنا تتكون اللي يحوان نسميه مثلث التعريض ومثلث التعريض اللي هو هذا الآيزو كلما يكون قليل كلما تنطينا جودة الصورة جودة عالية خالية من النمش والحبيبات يعني حبيبات صغيرة داخل الصورة من اللي يشوفوا فقط الأشخاص اللي يعملون على برامج الفوتوشوب بالنسبة لهم تشكل إشكال كبير عدنا هنا خيار فتحة العدسة راح أشوفكم شين الغريبة فتحة العدسة كلما يصغر الرقم كلما تكون فتحة العدسة كبيرة وكلما يكبر الرقم راح تكون فتحة عدسة صغيرة وبالتالي عتشوفون انو الضو عايقل بهاي الحالة من تريدون بأماكن مظلمة الرقم حاول تخلون يكون صغير مثلا خمسة فاصلة ستة أو اثمانية مثلا أو حتى يكون أربعة لذلك تحتاجون تدخلون إضاءة كمية إضاءة كبيرة إلى داخل عدسة بينما إذا كنت في نهار وإذا كان عندك أشياء على الشمس كلش قوية تقدر تخليه على 22 أو على 16 16 كأنسب حد في تصوير وستيسكيب يكون جيد جدا أما أنت حسب ما تريد حسب ما تريد هذا الحلو بالمانوال أنت تتحكم بكل شيء بعد ذلك الكاميرا طيب حاليا راح أتكلم لكم عن الشتر هذا الشتر الشتر أيضا الشتر حالة ثانية خاصة راد للصراحة شرح طويل ولكن راح أحاول أشرح لكم بصورة بسيطة و بصورة سريعة عن الشتر إذا تريد تصور أشخاص حاول تخليه ما بين 200 250 و 300 بين 200 و 300 يكون جيد جدا في تصوير الأشخاص لأن في حال إذا الشخص المقابلك تحرك أي حركة أنت ما راح تبين عندك هذه الحركة لأنك راح تكون عندك الشتر سريع أما أما في حال إذا سويت الشتر أقل مثلا راح تكون عندك اختار بالصورة الشخص راح يكون متحرك داخل الصورة بينما إذا الشتر تزيد الشتر راح تكون عندك لقطة سريعة بس بالتالي كلما تزيد الشتر كلما أيضا كمية الضوء الداخل للعدسة يكون قليل يعني لاحظوا معي عندنا إهانة شوفوا شوفوا الشتر كلما عايزيت كلما الصورة لاحظوا كلما الصورة تكون غامقة طيب أقلل سرعة الشتر لاحظوا لاحظة 250 لاحظوا الصورة راح أخذ أيضا بسرعة شتر مثلا نقول 30 راح شوفكم الفرق هذه خذناها بسرعة شتر عالية بالتالي دخلنا إضاءة قليلة إضاءة قليلة إضاءة قليلة أما عندنا هنا خلينا على 250 تلاحظون الإضاءة كلش روعة أما هنا خليناها 30 حسب ما أذكر ثلاثة برسكند شوفوا الإضاءة كلش قوية لأن دخل كمية ضوء إلى السنسر داخل كاميرا كمية عالية حاليا أهم شغلة عرفنا الآيزو وعرفنا فلحة العدس وعرفنا شتر سبيد هذولا نسميهم مثلث التعريض أهم ثلاث خطوات موجودين بالصورة إلى هنا راح يتهي الشرح ما أنه اليوم لأن هذه أهم الأمور الأساسية اللي لازم تتعلموها وما راح طول كثير بالشرح راح أريد أنه يكون أول فيديو فيديو بسيط حاليا بالمكان اللي إحنا جالسين بها راح أخلي إعدادات معينة ورح نلتقط صورة الآيزو 800 وعدنا فتحة العدسة خمسة فاصل ستة وعدنا شتر سبيد اللي هو ميتين راح نشوف الصورة مثل ما تشاهدون مثل ما تشاهدون مثل ما تشاهدون هذه الصورة اللي طلعنا بيها صورة جميلة هذه هي الصورة طيب حبابي أتمنى أن تكونون استفاديتوا من هذا الفيديو وإن شاء الله أشوفكم فيديو قادم راح أتكلم لكم عن أمور ثانية ولكن هذه الأمور حاليا الأساسية اللي لازم تكونون اللي لازم الكل يعرف بيها تحياتي لكم وأي شي تحبون اكتبوا لي جواب التعليقات من هذا الفيديو أنواع التصوير وبعض العدادات إذا كان عدتكم بشكال بفتحة العدسة أو بالآيزو أو بالشتر سبيدي إذا كان عدتكم أي إشكال اكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله بالفيديو القادم راح أجاوب على كل استفساراتكم أتمنى أنوا بكل استفادة من هذا الفيديو تحياتي لكم أحبكم أموت عليكم في أمان الله طبعا هس يالله أخلص المنتاج مع الفيديو ورزيت أنزلة بس وصني أحد الأسئلة من واحدة من المتابعات وهي آمنة خالد قلت لي شلون أوقف اللمس مع الكاميرا وكاميرا كانون 750 دي شوف يا أمو بكل بساطة إذا عندت اللمس مع التصوير عندنا هنا هذه ال-ON وال-OFF عندنا هاي الدقما اللي هي أغلاق اللمس اللي أنه أخذ الصورة هاي-ON و-OFF طيب هاي بش فيدنا أنه ما بعد أقدر أنه أخذ الصورة بس اللمس شغال أكو طريقة ثانية أنه أوقف اللمس عن طريق ندخلين على الخيارات آآ الثالث غير اللي هو التحكم باللمس التحكم باللمس ونفوت ونسوي له تعطيله وبهاي الحالة مش ما راح ندوس على الشاشة ما راح يكون يشتغل اللمس ماشي؟ اللمس كله راح يتعطل أتمنى أن تكون يكون الفيديو واضح يا آمينة خالد ورح أربط هذا الفيديو من ضمن هذاك الفيديو ونشوف شو راح يطلع إن شاء الله تحياتي لكم اشتركوا في القناة